طيب توقعتك للنادي الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا؟ إن شاء الله يلعبوا نهائي الاثنين يلعبوا نهائي بس القرعة في الأول وثاني إن شاء الله ما يتقابلوش يعني في دورة الثمانية مثلا في المقصة بتاع أول وثاني وأول وثاني ما يتقابلوش يعني زي الإسماعيلي والاتحاد جاءت القرعة يلعبوا بعض بطولة العربية يعني فريق عربية هيطلع فريق مصر هيطلع فريق مصر هيطلع في البطولة العربية يا ربّ الزمالك يفوز يقولله يا ربّ الزمالك يفوز بطورة افريقيا ساية ده كده؟ لا مش دلوقتي قام بشر ما نشوف المشهي اللي جيد لسه بدل لسه فيه لسه فيه ايه استنى الماتشيلي جايير وانا قلت لك انا اتمنى اتمنى الزمالي لا اتمنى انا بسألك سؤال واضح وصريح من يفوز بدوري ابطال افريقيا قلتلك مين قلتلي الاهلي وزمالك اوصلوا النهائي وحطيت يعني قلت الاول الاهلي وروحت كده انا بحكي لك اللي انت قلته في الحلقة اللي انت قلت الاهلي قلتلك ميني الطرف التاني قلتلي الزمالك قلتلك بتعمل توازنات قلتلي لا قلتلك مين هيفوز بالبطولة قلتلي الزمالك اسجل ان شاء الله طيب كابل جمال عبد الحميل اللي هيفوز ببطولة افريقيا الزمالي نادي الزمالك ان شاء الله وازال ما كتبتش ان شاء الله هزعل ان شاء الله مهمة جدا مهمة جدا مرة فاتت ما قلتش انت بتجيب السكة يعني بتجيب السكة يعني بتجيب السكة دي منين عايز بسألك يعني اللعيبة دايما مصرية اما بتيجي تعمل اخفاقات بيروح البيت بيموت عايز يعلى بأي طريقة فبينزل بأقسم عنده يعوض اللي فات وبدليل ان زمالك احسن فرعة في البطولة في الكاس بما خسرت دوري في الكاس كسبها تلاتة بدون رقفة ليه حس ان الدوري البطولة يعني انت بتقيس على اللعيبة ان ما بيبقى فيه اخفاقات بينزل بياكل لنفسه عشان كده بقولك النادر آلي ان ما لقى الزمالك فارد تلاتة شر بوند حداشر بوند داس على نفسه واخد الدوري فاهمني فدايما لعيب المصر كده ما بيحبش يعيش بالاخفاقات كتير تمام بدري بدري كابتن جمال عبد الحميد بيقول الزمالك هيفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا ولسه اول مباراة في المجموعة وهزيمة الزمالك من مازنبي تلاتة سفر ان شاء الله مكارتيرون ان شاء الله بإذن الله يكون الروح ترجع تاني والفانيات موجودة بإذن الله ان شاء الله يعملوا مشات كويسة